بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله المشاعر حقيقة في هذا اليوم جميلة لا بد أن تمتزج المشاعر الصادقة بحب الوطن لأن حب الوطن عبادة وحب الوطن دين وحب الوطن هذا الذي يحوي بين جنبيه أعظم البقاع مكة والمدينة الحمد لله ولولا عناية الله سبحانه وتعالى بهذه البلاد المقدسة لما وحد هذا البلد المبارك المملكة العربية السعودية بل بالرحمة الله سبحانه وتعالى علينا أن بعث فينا الملك عبد العزيز رحمه الله أن يكون قائدا ملهما جامعا لهذه الأمة تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى عندما اختار راية التوحيد واختار هذا الشعار الذي لا ينكس تنكس الأعلام كلها إلا علم المملكة العربية السعودية الذي يحوي راية التوحيد شوف انطلاق هذه الدولة من انطلاق رؤية الملك عبد العزيز رحمه الله انبعاثها من محبة الدين ومحبة ما قال الله وقال رسول الله وأصبح دستورها القرآن وما ردها قال الله وقال رسول الله مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تظلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي فكان هذا المنطلق الذي تنطلق منه هذه الدولة المباركة بتأسيس الملك عبد العزيز رحمه الله واختيار هذا الشعار الجميل الذي هو لا إله إلا الله محمد رسول الله وهذا البلد وما يأتي إليه من أنعام لعلها من بركات بل هي من بركات دعوة إبراهيم عليه السلام عندما أتى بزوجته هاجر وابنه إسماعيل إلى ذلك البلد الذي لا يوجد فيه لا ماء ولا حياه بل بلد قفر جبال سود في مكة وقال مناديا ربه ربي إني أسكنت من ذريتي ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون هذه دعوة إبراهيم عليه السلام عندما أسكن زوجته هاجر وابنه إسماعيل في مكة المكرمة وأتت بركات هذه الدعوة وانطلقت هذه البركات ونبع ذلك الماء المبارك ماء زمزم من قبل من قدوم إسماعيل وما حصل له من تلك القصة المباركة التي لا يتسع المجال لذكرها ولكن ما يتنبع ويتفجر ذلك الماء ويقول النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله أمنا هاجر لو تركته لأنه عندما نبع ذلك الماء قامت تجمعه وتقول زمزم تخشى أنه يتفرق في الأرض فقال النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله أمنا هاجر لو جعلته يمشي أو يمضي لأصبح نهرا جاريا فنحن ننعم في هذه الدعوة من ذلك الزمان إلى بعثة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام عندما أتاه جبريل في الغار فقال له اقرأ ثم عاد إلى بيته خائفا فأخذته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها قبل بعثته إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل فقالت له قصة على ابن عمي ما رأيت يا محمد فقص عليه القصة فقال ورقة ابن نوفل إنه جبريل ويا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك شوف حب النبي عليه الصلاة والسلام لبلده ولمدينته وللمكان الذي تربى فيه قال ومخرجيهم لأن حب الأوطان يتراع راع وينمو مع الإنسان في بداية حياته وانطلاقة حياته يحب وطنه ويحب بلدته ويحب المكان اللي نشأ فيه النبي عليه الصلاة والسلام هو ذلك الإنسان قال أو مخرجيهم قال ما أتى رجل بمثل ما أتيت به إلا أخرجه قومه ثم يخرجونه قومه من مكانه بعد أن هددوه واجتمعوا عليه بقتله فخرج مع أبو بكر الصديق في تلك الرحلة الجميلة رحلة الهجرة ويلتفت النبي عليه الصلاة والسلام التفاتة المحب لوطنه ويقول والله إنك لا أحب بقاع الله إلى قلبي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت منك هذا الحب المتأصل المتجذر لهذه الأوطان فهذه ديانة وهذه عبادة وهذه أمانة في أعناقنا ونسلمها لأبنائنا إلى قيام الساعة وأعرج على الملك سلمان الله يحفظه بيدين في عمره أن أمارتنا أو محافظتنا أو محافظة وادي الدواسر مرتبطة بأمارة الرياض فكنا منذ نعومة أظهارنا منذ شبابنا يمكن في أولا متوسط ثانيا متوسط الروح مع شيخنا الله يغفر الله ويرحمه الشيخ ناصف عبد العزيز برايكان وكان دائما التردد على مجلس الأمارة لإصلاح بين القبائل ولطلب بعض الأمور من تطوير محافظة وادي الدواسر وغيرهم من مشايخ الدواسر وغيرهم من مشايخ الوطن فكان الملك سلمان في أمارة منطقة الرياض يحل كثير من الأمور التي لا تحل لو جلس عليها كثير المستشارين مجرد دخولك والله أني كنت أشوفه أني أجلس في طرف المجلس يمين والليسار المجالس على ما قال للشيبان والكبار وحنا كنا الشباب والله أنه كان لنا مكان وكان لنا مقر وكان لنا تقدير في ذلك المجلس المبارك مجلس أمارة منطقة الرياض فكان ملك سلمان تأتيه القضايا هذا عنده مشكلة وهذا سير عليه بلى وهذا أذكر من المشاكل التي يعني موجودة في قبائلنا كان عمي عليه سارة فجاه واحد يشتكي والتفت الملك سلمان كعادته يلتفت الشيخ القبائل اللي حوله ويشاورهم لأن الله يقول وشاورهم في الأمر وهذه عادة هذه الدولة المباركة فالتفت على عمي قال يا براكان الرجال عندكم في القبائل في البدو يحجر على بنت عمه ولا بنت خاله قال الله يطول عمرك والله من أول قبل حكمكم كانوا يحجرون على بنات عمهم يوم جاء حكمكم الله يطول عمرك ما عدن يحجر وانتهت هالعادات وهالسلوم البائدة مع حكمكم الله يطول بعمرك ويرحم والدك الملك عبد العزيز فكان ملك سلمان دائما قريب من الشعب كنت مرة في كان عندها عشاك اليوم اثنين في قصرة فكنا جالسين ووضعت السفر الكبيرة ووضعت المائدة التي حقيقة لا يرد عنها أحد ما يرد عن أحد كل العالم على ما قال من جاء مجلس سلمان مفتوح الله يبارك في عمره ويبارك في عيانه الله خير فمدة هذه الموائد وانا جالس وكانت المنصة فيها الملك سلمان وبعض الكبار وبعض شيوخ القبائل ومن تيسر له الجلوس وكانت الصفوف ثانية معترضة أمام الملك سلمان يوم جلسنا ولا يأكل الله يحفظه ويطوله بعمره ما يأكل لين يبدون الضيوف أنا شوف عيني أنا موجود ويطالع لين يأكلون الضيوف نعم وفجأة سبحان الله أشوفها يطالع شايب من الشيبان قال ليش الشايب ذا قام قال لواحد من عياله ما جلسوه في طاولتك يطويل العمر قال ردوه ردوه خليه يجي لينها من الشيوخ العرب ولكن الطاولة ازدحمت قال ردوه ردوه بلغ أخوياه ردوه خلوه يجلس معي على الصحن فكان حريص وكان يعتني وما زال بكل من يحضر مائدته وما زال يعتني ليس بالمملكة العربية السعودية بل يعتني بهذا الوطن الإسلامي المترامي الأطراف فأسأل الله أن يحفظ الملك سلمان ويحفظ هذه الدولة المباركة ويحفظ سمو ولي عهد الأمير محمد بن سلمان ويديم عزهم ويحفظهم ويكفيهم شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار إلا طارق يطرق بخير ونحن دماؤنا وأرواحنا وأبناؤنا دون الوطن والله يحفظ الوطن وولاة أمر هذا الوطن صلى الله على محمد شكرا للمشاهدة